عنف وصف بالوحشي لم يسجل منذ تظاهرات ثورة تشرين في ذيقار المحافظة الأسخن احتجاجيا سحل وضرب وصراخ نساء ودماء أحداث أصابت الأوساط الشعبية بصدمة جراء مشاهد القمع التي تعرض لها أصحاب عقود النفط المحتجين أمام شركة نفط ذيقار والتي أدت إلى إصابات بالغة في صفوف المتظاهرين قالت حتى الفتيات نقابتا الصحفيين والمهندسين دانتا ما وصفتاه بوحشية التعامل مع المطالبين بحقوقهم فيما اعتبرت لجنة حقوق الإنسان النيابية أن ما جرى هو جريمة تمس الوجدان وتخدش كرامة المواطن العراقي بل وتنسف ما قيل إنها قوانين شرعات لحماية التظاهر السلمي وزارة الداخلية بررت لعناصرها استخدامهم القوة المفرطة ضد المتظاهرين بذريعة أنهم قاموا بواجبهم في حماية منشئات شركة نفط ذيقار وأن أعداد المصابين من أفراد قوات مكافحة الشغب هم أضعاف من جرحوا ضمن صفوف المحتجين تبرير سوقته الوزارة في ظل غياب حجة الطرف الثالث الذي لطالما ألصقت به تهمة قتل وترويع متظاهري تشرين الوزارة لم تكتفي بذلك بل دعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحر الدقة خلال تناول الحدث والابتعاد عما وصفته بالتلفيق ونشر صور لا تمت إلى واقع ما حصل على حد وصف بيان الداخلية القمع الذي جرى جاء بالتزام مع احتفاء حكومة السوداني بإنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي بزعم أن العراق ما عاد بحاجة لوصاية أممية وقد تمرست حكوماته العمل المؤسساتي وامتلكت الخبرة في التعامل مع ملفات حقوق الإنسان تمرس التضحى مع صور المتظاهرين وقد خضبت وجوههم بالدماء فيما علت صرخات النساء طلبا للنجدة من على أرض وطنهن